خرجت هذه القطرات وبدأوا تخزينها في مشكاتها الخضراء بعد أنما إلى علم هؤلاء السوريين ما فعلته بعد خروجها من مصدرها الذي لم يكن له وجود في هذه الأرض واتفقوا فيما بينهم أن تظل كل مشكات من زيت الحياة مصطورة عن الأعين فماذا يفعل ذلك الزيت؟ بأي الكلمات يصفونه وبأي تقييم يقدرونه وقد أصبح بالنسبة لهم أغلى ثروات العالم وعلى كل من حصل منهم على قدر ولو يسير منه أن يحافظ عليه بكل استطاعته فما مصدر تلك القطرات حتى يكون الاهتمام بها بهذه الطريقة؟ إن المصدر الثري لهذه القطرات ظل طيلة سنوات متعاقبة من الزمان في بلاد مترامية ولم يكن لأحد نصيب منه سوى الفرسان الأشداء الذين يجمعون بين القوة التي تؤهلهم للوصول إلى المناطق النائية والعلم الذي يؤهلهم لمعرفة قيمته كان الوصول إلى القطرات التي لا يمكن لأحد أن يدفع ثمنها مقصوراً على الملوك وكبار الأعيان والأثرياء فمن ذا الذي كان يمكنه تحمل تكاليف معيشة الفرسان وأجرة السفن التي تنقل عبر البحار مادة لا يزيد مقدارها عن جرامات أخيراً توصل طالب قطرات المشكة إلى مصدرها الأساسي إنها تتقاطر من أغرب أنواع الأشجار في العالم والتي تنتمي إلى تسعة أنواع من الأشجار النادرة ولقد كانت تنبت في مناطق نائية في أوراسيا وقيل أن لها حياة في بلاد المغرب العربي وحينما ظهرت في بلاد الشام بدأ السوريون مراقبة إنتاجها حيث واجهوا المفاجأة فهذه الثمار ذات اللون الأحمر القاني ليست للتناول أو للزينة بل إن في عصرتها مادة زيتية نادرة تتجاوز أرباحها ملايين الدولارات الشركات العالمية التي أظهرت استعدادها لتحويل الأرباح من الخارج بالدولار كانت قد وضعت تلك المادة رهن اختبارات معملية وفحوصات دقيقة انتهت إلى هذه القطرات التي تخرج من الشجرة ذات الثمار الحمراء تحمل عشرات المزايا الخاصة التي تضمن تجاوز العديد من الأزمات الصحية التي حاول أكبر مراكز التداوي على مستوى العالم وضع حل من دون فائدة لكن باطن الأرض السورية لا زال يحوي المزيد من الحلول السريعة لتلك الأزمات مئات المزارعين السوريين قرروا تغيير الأصناف التي يزرعونها في مختلف المحافظات وذلك بعد أن علموا المزايا الاقتصادية لشجرة زيت المشكة خصوصا حينما علموا أن سعر اللتر الواحد من هذه المادة يتجاوز حاليا 350 دولار أمريكي أي إنه حال انتاج الشجرة الواحدة خلال كل موسم فإن انتاجها يصل إلى 2000 دولار أمريكي وتتضاعف أرباح المزارعين حال نجحوا في زراعة أعداد كبيرة من هذا النوع النادر وتعود الأسعار المرتفعة للسائل الناتج عن تلك الشجرة أنه سائل خام يضم العديد من الموارد التي يمكن استخلاصها منه وتحقيق مبالغ مالية طائلة وربما يفسر ذلك إقبال السوريين المتزايد مؤخرا على زراعة شجرة البطن بعد أن اتخذوها مصدرا للثراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر